تكلفة الطاقة الكهربائية ما هذا الذي بيدك يا أبي؟ إنها فاتورة الكهرباء وهل جاءت الفاتورة مرتفعة كما حدث في الشهر السابق؟ لا، لأننا قمنا بترشيد استهلاكنا هذا الشهر حيث نقوم بفصل الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استخدامها ولكن من الذي يقوم بحساب الفاتورة الكهربائية؟ إنها شركات الكهرباء حيث تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها للمستهلك بوحدة كيلو واط في الساعة وتحدد قيمة الاستهلاك من خلال العداد الكهربائية ولماذا كتب هذا الرمز؟ KWH أعلى مؤشر العداد إنه الكيلو واط في الساعة وهو وحدة قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة في المنزل وكم يساوي الكيلو واط في الساعة؟ الكيلو واط في الساعة هو مقدار من الطاقة الكهربائية يساوي استهلاك قدرة مقدارها 1000 واط في الثانية بشكل مستمر لمدة ساعة واحدة وهل هذا المصباح موفر للطاقة؟ لتحديد ذلك عليك أن تعرف أولاً قدرة المصباح إنها مكتوبة على علبته وهي 100 واط إن المصباح الذي قدرته 100 واط يستهلك طاقة كهربائية مقدارها 100 واط في الساعة إذن فإذا ظل المصباح يعمل لمدة 10 ساعات فإنه يستهلك 1 كيلو واط في الساعة هذا صحيح لذلك فهو غير موفر للطاقة وكيف أقوم بتحويل هذا الاستهلاك إلى قيمة مادية؟ للقيام بذلك عليك معرفة سعر وحدة الطاقة الكهربائية المسمات بالكيلو واط في الساعة تقصد يا أبي تعريفة الكهرباء التي تظهر في فاتورة الكهرباء الشهرية؟ هذا صحيح وهل السعر موحد لجميع الفئات؟ لا، فهو مختلف من فئة لأخرى حسب استهلاكها ولأي فئة ننتمي نحن؟ نحن نرشد استهلاكنا في المنزل لذلك فنحن ننتمي للفئة التي تستهلك أقل من 2000 كيلو واط شهرياً ولذلك بالنسبة لنا سعر الكيلو واط في الساعة يساوي 5% ريال ولكن كم تكون التكلفة المالية لاستهلاكنا اليوم إذا قمنا بتشغيل خمسة مصابيح؟ قدرتها 100 واط لمدة أربع ساعات وتم تشغيل مكيف قدرته 1000 واط لمدة ثلاث ساعات وكذلك غسالة أوتوماتيكية قدرتها 250 واط لمدة أربع ساعات نحسب أولاً استهلاك الطاقة الكهربائية بالنسبة لاستهلاك المصابيح للطاقة الكهربائية في الساعة 5 ضرب 100 وط في الساعة يساوي 500 وط في الساعة استهلاك المصابيح لمدة 4 ساعات يساوي 500 ضرب 4 يساوي 2000 وط في الساعة ولحساب استهلاك المكيف للطاقة الكهربائية المكيف 1000 وط في الساعة ضرب 3 ساعات يساوي 3000 وط في الساعة ولحساب استهلاك الغسالة 250 وط في الساعة ضرب 4 يساوي 1000 وط في الساعة ولحساب إجمالي الاستهلاك من الطاقة الكهربائية خلال اليوم 2000 زائد 3000 زائد 1000 يساوي 6000 وط في الساعة بالكيلو وط في الساعة يساوي 6000 تقسيم 1000 يساوي 6 كيلو وط في الساعة إذن تكليفة الكهرباء المالية تساوي 6 ضرب 5% تساوي 3 من 10 ريال شكرا لك يا أبي لقد تعلمت اليوم الكثير يستخدم الكيلو وط في الساعة كوحدة لقياس استهلاك الطاقة الكهربائية التكليفة المالية للطاقة الكهربائية المستهلكة خلال فترة زمنية محددة تساوي استهلاك الطاقة الكهربائية بالكيلو وط في الساعة خلال فترة محددة ضرب تعريفة الكيلو وط في الساعة شكرا